اه... كنت واقف بره وشفتك شكلك كتير متدايق لو حابب تحكي أنا جاهز اسمعه لا ما بدي أي طيب أحمد مرحبا أهلين حكمت قالت شي يعني شو بدي تقلي ادموعة على خده خلينا نرجع عالبيت كيف بدي روح عالبيت بعد كل يالإصار ما اللي عيني اتطلع فيها أحمد انت بتعرف اختك ما بطي اتزعي لحدة فينا أحمد لميس عالشباك ظاهر مشغول بال عليك ما أنا قادران اتطلع بوشها طيب أحمد بدي اسألك سؤال لك أنا برأيك قديش ممكن ننضل هون بهالوضع الدرامي تقريبا لأن الجو كتير بار رح ضل هون لحتى لم يست سامحني لا تحاول وأنا ما رح أتحرك من هون أحمد أنا عندي سؤال هلأ أنا معرفت شو الموضوع بس إذا بتحكي لي بجوز قدر ساعدك ولا إيلك حل فشو الموضوع أحمد دم امتحانات بدل ناس لا يرفعوا معدلاتهم وباخد منه المصاري حتى قدمت مادة عن حدب الجامعة ولميس عرفت اليوم هلأ هي ما بتحب هالحركات يعني لما نساوي شي من وراء ظهرها بالسر بتنزعش قالتلي هذا الشي اسمه سرق وتزوير أكيد سرق طبعا سرق وغش معها أنا حتى غشاش وأنا أهندة قلتلي من موت من الجوع إذا ضلينا بهالمسالية أنا والله مستاهل لهذا الكف والله بستاهل يا ريتا نقص الثاني وما يطل له الكلام ماشي مظبوط هالموقف ما نوحلو وخبصت بالحكي مع أختك بس هي كمان قسيت عليك منيح ايه بس كل الأمور عادية عن جد يعني بكل بيت بصير هيك كل الأخوة بتزعلوا وبعدين بتصالحوا عادي ظاهر إنه ما بتعرف الأختي لما تكون مأهورة مش هي موضوع ما بترضى بالسهل أبدا ايه هيك بتكون العيلي أصلا كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ مو بيضعي يكون العيلي هنن الناس اللي دائماً بيتخانقوا بيتزعلوا وبعدين تنحل المشكلة؟ ايه والله معك هاي العيلي المجنونة التال وخناق دائماً وبالآخر بيتصالح وظاق اه هوك لميس والله آسف مو بأصدي أنا بس لا تفكرني مسامح تاك مو بيها السهولي أنا لسا زعلاني ماشي موت يلا شكرا لا ولو تصبح على خير لا ولخير انت منيحة ايه منيحة وشكرا لانك اقنعت ويرجع على البيت ما ساوتشي ابدا رح مرة عليك الصبح لسات نعمة وهدنا معي طيب حاولي ما تنسي ماشي بكرة بشوفك بشوفك موسيقى 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 موسيقى